أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم بحلقة جديدة من برنامج الطريق إلى دمشق ضيفنا اليوم شخصية كانت تثير كثيراً من الجدل في كل مرة تنشر فيها مقالاً أو تقدم تصريحاً الدكتور عبد الرزاق عيد الذي عرفه السوريون كواحد من أولئك المثقفين الذين كسروا حاجز الصمت وقالوا للنظام كفاً لم يعد هناك مجال الاستمرار في الدكتاتورية وذلك فيما أطلق عليه اسم ربيع دمشق لكن النظام سرعان ما بدأ بملاحقة الدكتور عيد فغادر السورية إلى منفاه الاختيار في باريس عام 2008 ظل الدكتور عيد مخلصاً لفكره طوال السنين ومع اندلاع الثورة السورية وقفت الدكتور عبد الرزاق موقفاً مؤيداً لها منتقداً أيضاً أداء السياسيين المعارضين الذين لم يستطيعوا مواكبة حركها بل كانوا عالة عليه نرحب الدكتور عبد الرزاق سيدي شكراً زارت بي الله يسلم عنك هل إشكالية اللي كانت تثيرها والجدل حول مقالاتك والأفكار اللي كنت تطرحها هل هي جزء من شخصيتك وأنت بتحب تثير جدل وإشكالية تبناها ولا هي انعكاس لموقف حق في بلد فيه ظلم وبلد فيه دكتاتورية والله وكل الحالتين أنه أنا زمانه أخونا المرحوم بسعد الله والنوز قال له لصديقنا في صدرك اختلفنا مرة في نقاش بعد ما أجزه وحبار مع أنتم مخدسين فأنا دخلت على النقاش ورديت فرد علي فتميت مواصل قال له في صدرك قال له لك يا أخي هذا صديقنا عند الرزاق قديش واحد عنده قدرة على السجال قال له خيو أنا خلاص ما بقى خلاص تسلمت رفعنا العيدين فهذا ممكن يكون فعلا هو جزء من الطبيعة الشخصية الميل للحوار طبعا باستمرار الواقع السوري على درجة من التعقيد والإشكاليات اللي ينتجها يوميا قادر يوميا يعني ينتج لك حالة سجالية بلا نهاية صحيح ولذلك يعني أنا بفترض يعني ما سميته مرة بالكتابة المائية يعني أنا أنفر من هذا النموذج من الكتابة التي لا تثير شيء يعني لا لون ولا طعم ولا رايحة نعم فيجب للكتابة أن تكون فاعلة مؤسرة مشتهدة خطأاً أم صواباً يعني في شيء من يعني يجب أن تكون دائماً معترضة هذه وظيفة المساعدة السقافة دائماً يجب أن تكون مؤسسة على مفهوم الأتراض السقافة دائماً يجب أن تكون في تناقض مستمر مع السلطة سلطة الواقع سلطة السياسة سلطة التقاليد سلطة فباستمرار يعني بدون هذا التناقض الضروري عبر التاريخ بين السقافة والسلطة لما كان هناك إبداع ثقافي حقيقي وبالتالي دائماً يعني عندما كنت أصطدم وقلت لهم مرة بصراحة مرة فيه لقاء مع الدكتور أحمد ضروري وقلتوا يا أخي نحن يعني ليش أنتوا يعني يعني الخلاف بيناتنا هو خلاف موضوعي وطبيعي يعني وإلا نحن نتوقف عن مهمتنا يعني نتوقف عن معنى تعريفنا كمثقفين فنحن كمثقفين دائماً على حالة اغتلاف وحالة مشاغبة دائمة وعلى حالة صراع معكم لذلك تفهموها بها الطلوة إلا بدكم ما بقى تكونوا حزبيين بدكم تسلموا أموركم كله للأمن خلاص طيب بس حالة اللي الغلاء وصفتها أن المثقفين لازم يكونوا ياخدوا الحالة التمايز والتصحيح مع النظام في ناس كانت كمان كانت مسموهم المثقفين مثل نزي أبو عفاش وليد إخلاصي حسن ميم يوسف شفناهم كانوا جزء من ربيع دمشي بعدين الآن مواقفهم صارت عكس أو اختلفت أو تماهت مع النظام كيف بنقول عنه شو شو يعني كمثقفين يعني يبدو الحالة هذه تتعلق بدرجة رؤيتنا للواقع يعني وبالتالي هذا التدرج مثلا واحد مثل أخونا وليد إخلاصي يعني قبل فرضان أن يكون حل محل واحد في المرلمان في حين مثلا أنا بالنسبة إلي أنظر له باحترام أكبر من أن يكون عضلات البرلمان مثلا أو ما يسمى برلمان بيقوسين يعني هو أكبر لكن فبالتالي إلي بدي يدخل تحت السقف فبدو يحكي تحت السقف ويصير منسوب خطابه ويتناسب مع هذا السقف يعني أنا ربما أفاجع بالحقيقة بشخص يعني مثل نزيه يعني يعني هذا الصوت الراديكالي المتمرد روحيا يعني لا أستطيع أن أفهم يعني لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لنزيه أن يتعايش مع يعني الحالة الأكثر قفحة في العالم وهو الرجل الجميل من الداخل يعني حالة خاصة بالفعل فقد أفهم الآخرين بظروف عملية لكن يعني هون حالات خاصة طيب فهمنا هاي في القضية الثانية اللي هي أنت عم تقول أنت بتحب الحوار طيب في شي مثلا أحيانا يجبر يعني في شعالات في مجالس في سوريا يجبر فيها الشخص على الحوار يعني مو عا كيف فك تحاول بدنا نجيبك مشان تحاورنا يعني وزا ما إجيت من بعد بنعتقلك في مريت بهيك حالات مثلا أنا كل الحالات اللي كنت أستدعى فيها كنت أستدعى فيها تحت عنوان الحوار نعم جميل يعني ولا مرة يعني قالوا بأنه نحن نستدعيك لنحقق معنا غير آخر مرة بعد يعني مع السلسلة المقالات اللي كتبتها ضد إيران واستخدامها وحكيت ذلك صراحة وهذا الكلام من سنة 2060 أنه يعني هذا حزب الله اللي عم تعتبره حزب مقام أنا برأيي هو مخلب إيراني في موجود مخلب إيراني موجود في سوق فيه لبنان لخلق نوعات هيمنة إقليمية لإيران على البحر المتوسط فطبعا هذه أثارته لأنه كانوا معتبرين يعني هنين عم يتباهون بانتصارات حزب الله يعني بيعتبروها انتصاراتهم فوقتها تم خطفي من يعني أمام البيت وبالتالي هذه أول مرة بيكون في يعني اعتقال وطريقة التحقيق تهديد ونقطع لسانك وآوائلة بس قبل كل الاستدعاءات تتون وبيكون بيقوم رئيس الوراء بيقوم من وراء الطاولة وبيقعد وعساسك وبيحط وراء مرة عمر حميدة بيحط وراء يعني هيبوم شامل يعني مشان أتذكر الأفكار نحن وعم نتناقش يعني وبيقوم من وراء الطاولة وبيقعد جنبها كوها يعني فكله تحقيق تحت عنوان الحوار ويمكن هو الفهم الوحيد الصادقين فيه للحوار هو هي طريقة الأمنية في الحوار يعني هذه تصدق على كل تصدق على المنطق اللي بيحكم فهم للحوار أنه فعلا هو حوار يجب أن يكون بس فتحتنا قصة هلأتها يا دكتور يعني هالمنظومة العقل اللي عم بتديرها اللا نظام السوري هي نفسه الآن اللي تقول عن الحوار اللي حابت تفتح حوار مع المعارضة الخارج وأنهم مستعدين يعملوا حوار مع المعارضة المسلحة هل بي رأيك هيك؟ يعني تحت التصف والقتل والتهديد ومن بعد بنجيبك مشان نحاورك إيه نفس السل يعني هو بالحقيقة هذه اللي عم قل لك عنها فيه ظروف سلمية وما فيه ظروف حرب ولا واحد قتل مئة ألف ولا خرب بلده بظروف العادية فيعتبر أنه الحوار الطبيعي هو بين الأمن والسياسي أو المثقف أو الأخ وبالتالي يعني هن غير قادرين أصلا أنه يعرفوا فيه حوار من شكل آخر هذا الحوار تحت سقف الوطن هذا هو الأهلية الوحيدة يعني تحت سقف الوطن يعني تحت سقف المخابرات مخابرات وقت اللي بتعود أنت مع في حاجة سهيرة هاي تبع المكتب القامل القومي لشام اختيار ومجموعة فؤاد فالقال أنه هو يعني أنه نحن عم نتجاوز الخطوط الحمراء لأنه عم نطالب بالوثيقة الأساسية تبع اللي جان حياء المجتمع المدين حيطين ضمن البنود يعني يعني إلغاء قانون الطوارئ فاعتبر أنه هاي تجاوز يعني أنا أقول له بوقتها أنك يا أخي هذا الكلام متداول ويعني حتى الأحزاب اللي بتشتغل عنكم بالجبهة التقدمية ترفع شعار إلغاء حالة الطوارئ أو قوانين الطوارئ فألا أنا يعني أفهمها دي على أنه أنتم تطالبون بإلغاء وكيف أنتم عبدوا أنكم ديمقراطيين وأنتم إلغاء حالة الطوارئ يعني إلغائي تقولوا شو أننا مصلحة أنك أنت تم أدمت أنت مسؤول التنصق يعني كما يقول سبارتاكوس أنه إذا كان من مصلحتكم أن تستعبدونا فما هي مصلحتنا أن أكون عبيدا لكم صحي طب أنت مصلحتك بعدما ما أنا مصلحتي أنك ما تبقى أنت مثل حارس ولكن موت فوق رأسي وعم تراقبني شوف دعكي وفعلياً أنا يحدث كثيراً يعني مثلاً جيت لفترة يعني قضيت فترة غبت فيها بفرنسا وقتها بعد قصة الدعوة المصلي لمحاكمتي أمام أكد بالخيانة الوطنية العظمى في المجلس الشعب موم جيت شهرين تميتهم بدعوة وزارة التعليم العالي فأيب نجي بنتيحكي مثلاً مع زوجتي فبحس من داخلي أنه أنا ما أنا قادر إلا كلمة ودودة لزوجتي لأنه أنا متوقع أنه في رقيب حسيم قاعد عبي يسمع لك يعني أنت ما أنا قادر تتواصل إنسانياً تقول كلمة حارة لأنه أنت ما بتقدر عواطفك الجياشة تعبر فيها قدام أحد غريب فما بلاك إذا مخورات عبي راقبه حالة مرعبة يعني محاصرينك ملاحظينك يعني يعني حالة اعتقال تحمله أينما ذهب حتى في حالة إذا تحكي مع ألتك أو هيئتك صح ومع هيك بيجد أنه من الغريب أنه يوصل لمطالبة الناس أنه يلغوا مثلاً حالة الطوارئ والقوانين المرتبطة بها لأنه هذا بدي يمسهم هنا ببطل ويقدروا يتصنط نصة وعال تليفون وعال تلكون وعال تلكون وعال تلكون وعال تلكون الآن هو برتكة لواء نعم هل أتصرح اللواء فوقت خير بيت نعم نعم هل أتصرح الدكتور طبعاً الدكتور الدكتور الدستومولوج الدستومولوج نعم اللي يعني أنا دهشت اللي هالاستنكار اللي بيعبر عن حقيقة فعلاً نعم يعني هو عبر عنها صحيح أنه إلغاء حالة الطوارئ إلغاء يعني حالة أمنية تدخل الحالة الأمنية معناها يعني إلغاء المجتمع فبالتالي يعني وهي صادقة مضبوط يعني ويقول كلاماً صحيحاً ومؤمن به ويستنكر عليك أنما أنت كيف لا تقبله يعني وبالتالي يعني يدخل في إطار ثقافة البداهات اللي يرسموه اللي أنفسهم خلص نعم بداهات اللي هنين هذي حقوقهم هاي مثل الرياضيات في مسلمات تنطلق من بعدها هاي ما بتناقش فيها خلص فبالنسبة لهم يعني هذي البنية العقلية اللي ناخد مثال مضحك آخر وقت اللي تداعيات مشاركتك بجناسة الياس مرقص اه نعم كاننا بنفس اليوم اللي كنا بمشاركين بالجنازة يعني الله يرحمه رحنا لنزوره وكنا سمعنا أخبار بأنه يعني وضعه متردي الصحي وبسط فبنفس اليوم اللي رحنا توفي وبنفس اليوم صدر بيان 52 مسقاف اللي عمال يدينوا العدوان الأمريكي على العراق ومشاركة سوريا فيه سوريا بهذا بيش لقستو انتو بيش لقستو انتو بيش لقستو شو قال لك شو حقق معك العميد مثلا ايه فمسألة العميد بي التفت بيقال لي بوقت اللي وقفونا باللدية 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 نعم العسكري باللدية فقال انت عبي ارى قدامه قائمة الاسماء الموقعين قال حنا مين منين قلت له محصين البحر نجمكم كمان هنا وقال لي وهذا ابو علي ياسين منين قال لي شو هذي اللي عم بيكتب الضابط او مساعد مرعه قال له سيدي هذا يعني خريج ألمانيا وقال لي هذا وين هون قلت له هون بعيد تاتمائة متر عن الفرع عن مركز الفرع تبعك وقال ها طيب وصلنا هلا بدي اسألك هذا السؤال انه انتو انت من حلب وحنمين من اللاقية والثاني من ناعي والثالث من طيب كيف وين تلتقوا انتو وشلون بتعرفوا بعض كون وشلون تصور انا معقول الحك والله انا اولا ما بيعرف الثلاث ثانيا السؤال اللي ما بيقدر يلاقي له جواب كيف عمان نلتقي قلت له الكاشية تلعني نحن كتاب نحن مش عارف بعض من 30 40 سنة حتى قبل ما نلتقي كاشخاص يعني نعم قال هو بدو يحاول بكمان ميكانيزم العقلي هذا تبع البداهات تبعهن لازم يكون ثمت مؤامرة يعني لازم يكون وين مؤامرة الشي سري مؤامرة وين خيوط مؤامرة فدهيل طبعا أنا يعني عادة وقت بكون بلقاء مع يعني مسؤولين على مستوى رؤساء فرؤ أمان عادة بحكي بارتياح وبلغة نقدية بعتبرنا لأنه مسؤولين نعم قلت هذا يجب أن أتجنب إذا هذا لا يعرف حنمين ولا لا يعرف الله فهذا ممكن يشغلي بكل بساطة فالمهم يعني هذي أحد طرفها والطرفة الثانية وقد قلت لك أنه المقال اللي انتقد في إيران وحزب الله ومنشور بالسفير فبيقل لي العميد كمان رئيس فرقا من الدولة وين بحلب هذا أنه بعد ما خطفوني أمام من بمسكت بالجريدة وبيلوح فيها بيقل لي هذه الجريدة الصهيونية العميدة قد يجب تدفع لك على المقال قلت له هاي جريدة السفير هذه جريدة لكم يعني هذول جباعدكم لأمصاركم يعني لا يعرف أنه يعني هو بيسبع عنهم المثقفين السوريين بيكتبوا بالنهار فهو مو ضايع مفتكر النهار وعلى كعاد السفير طب أعزائي المشاهدين أمثلة حقيقية من الواقع لأهم الشخصيات التي تقود البلد رؤساء فروع الذين لديهم صلاحيات تفوق ما لدك كل الوزراء والحكومة ورئيس الوزراء هؤلاء من يقودون البلد وتعرفون أنتم من وضعهم وصلتهم على رقاب الناس في سوريا مواضيع أخرى مهم سوف نتابعها بعد الفاصل فابقوا معنا مرحبا من جديد طيب بني عندك خبرة في الحوار مع مختلف في الشرائع في شيء حوار سياسي مثلا مع مدنيين من قيادة حزب البعث أو من المكتب الإعداد الحزبي الذين كانوا مسؤولين عن إجراء الحوارات مثلا في هيك حوارات صارت موشت معك كفرد مع مجموعة مثلا 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 بس لنقدر نفهم مستوى شو الفكر وكيف في دول يخي هنن يعني المشكلة أذكر مرة واحدة للمؤتمر القطري دعوه مجموعة مثقفين مستقلين فأنا إجتني دعوة ضمن المجموعة كلها أي سنة أي أخير مؤتمر في 2005 وفي 2000 لا بال2005 حزب وفي 2005 شاركوا في مجموعة المستقفين زملائنا شاركني شاركني شارك من المبنى القيادة القطرية نعم لا عرف بيدق أنا بصراحة يعني لقيتون أصدقاء كان يمكن حتى شاركتوا في كتابة بعض الأصص نعم نعم كتبتوا بعض المزاكات وبعض تطوير المنطلقات كتبت ورقة أنا بس أنا ما حضرت نعم نحكي لنها شوي لو سمحت يعني أنه طلبة مني كان مشرف عليها أخونا الدكتور رحمة مرقاوي نعم واعتبرت أنا الأصدقاء مادام شاركي فيفترض أن لا أكون سلبيا يعني وبمعنى أنه كيف يمكن دمقراط حزب البعش بأن يتحول إلى شكل أشكال الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية نعم كما في أوروبا كما في أوروبا نعم وقدمت مثال أنه أنتم معلمكم المؤسس النظري لحزب البعش ياسين الحافز صاحب المنطلقات نعم منطلقات النظرية صدقو أنه وقت اللي يعني أنا أحكي الفكرة أنه عندما سمى حزب الأعمال السوري ففي الواقع كانت عينه عمار تطلق على حزب العمال البريطاني وليس حزب العمال السوري الكوفري نعم جميع وبالتالي ليش أنا أستنتج لأنه ترسينة ياسين حافز مؤسسة على هذه التوليفة بين الماركسية والليبرالية وبالتالي هذا التوالف بالضبط ممكن أنه واحد يفهم منه أنه فكرته عن الحزب أنه بده حزب اشتراكي ديمقراطي وبالتالي يعني أنتو ما وقم تبي نقشت فيها الوراء لا لا أنا ما رحت أنا لو لا قدمتها 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 ما حلق لك شو رأيها فيها أو شيء ما بظن الأمور جدية بدون يجيبونا ونقشنا كل مكونات طوقات المجتمع حتى المثقفين ومن هم المعارض يعني هن كانت حالة أنه هاي أربع خمسة من المثقفين المعارضين ومستقل يشاركون بس من قرأها أو لم يقرأها لكن أنا اتعامل بس للتاريخ يعني المؤتمر القطري اللي صار بسبعة حزيران الفين وخمسة مهم جدا التوصيات اللي فيه لو نفذت لما وصلنا ما إليه الآن يعني كانت المطاولات بإلغاء مادة ماني في الدستور منح الأكراد حقوق السوق الاقتصادي الاجتماعي إلغاء حالة الطوارئ إدخال الانتخابات وزيادة نسب المستقلين عشرات التوصيات المهمة جدا التي لم تنفذها القيادة القطرية للحزب البعث والتي رأسها بشار رأساة شخصية لذلك هم من يطالب وهم المسؤولون عما وصلنا إليه الآن يعني بمعنى ليس الحزب كاملا بكامل أعضائه لأنه توصياتهم واضحة وهي مثل ما ناقشنا الآن لكن هني أخذوها قيادة وحطوها في الدرجة داعا على مسؤوليتهم اللي هني سوف يتموا حاسبتهم عليها لاحقا طيب الآن إذا بدأ يصير حوار أنت صرت معنات أحد فرسان الحوار يعني أنا خلال خبرتك في التحور مع مختلف عقليات النظام في سوريا ماذا تعتقد كان يريد النظام عندما أطلق الحوار قيادة فارق الشرع والحوار الذي يدعو إليه الآن يعني أنا بقولنا نحن بدنا نحاول شو بيقصد بالحوار؟ يعني حوار حقيقي؟ يعني ولا شو القصار؟ يعني هلا واحد معقول يوميا عنده استعداد ذهني وفسيكولوجي لأنه يعني يكون جزار وصفاح لهذه الدرجة ويكون مدحط يعني أنه بده يحاول هذا يعني نوع من التكيف مع المطالب الغربية مع مطالب دولية ومحاولة لكسب الوقت يعني أنه لسه عم بيراهن أنه هناك إمكانية لكسر إباء الشعب السوري وتحطيمه وثم الانتصار عليه وبيخطر له أنه ما في مشكلة أنه يعني أنه استشهد نيت ألف في هج النص المجتمع أنه ما عنده أي مشكلة أنه يرجع ويحكم المجتمع أنقاض يعني يعني كيف يمكن لو فيه عقل سليم يعني هذا لولا ما يكون يعني عقل فيه يعني مس مستحيل واحد بعد ما تدمر بلدك لسه أفكر بلدك ترشاح وتصير ولذلك أنا أعتقد الحوار بالنسبة له لا يعني أكثر من أنه يعطوك فرصة لكي تستسلام وبالتالي أنه الحوار من أجل الاستهلاك الخارجي بشكل إساسي ومن أجل يعني إحراج القوى المعارضة أو القوى السورية وبالتالي لماذا حتى هذا الحوار طالبوا أن الجيش الحرف بيسلم سلاحه وبيجي ليحوره ولسانك يعني هذي يعني نوع من الغمروجة المضحكة يعني أنت من أنصار أنه عطالته تمنعه للنظام يعني ما هو النظام مؤسس بالأصل أو يعني ما يسمى بعلم العماء بيقولوله أنه في الحيط الحامل نعم فالنظام البنية العصبوية العسكرية الأمنية هذه هي اللاحم الأساسي لبنية النظام وبالتالي هي بنية غير حوارية بالأصل يعني هي لا تستوعب حتى معنى الحوار نعم 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 مثل علاقة الجنرال بالجنود فالجنرال ما يناقش جنوده الآلية الفكرية اللي كان رسع حافظ أسهب نعم 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 وقادته الجنرالات العسكر ولا جنرالات المخاضرات هذو كلهم متسقفين بآلية أنه يعني علاقتهم بالمجتمع نعم نعم مثل علاقة الجنرال بالعسكري بالجندي والشعب بالنسبة لهم عسكر جنود بنفسه هذون فبالتالي هو لا يرضى حتى لا يتواضع لا يتنازل عسكرية لما يجي يناقش مع جندي يعني صح وبالتالي يعني أنا حاولت تكون شي تمثيلي لو واحد يقدر يعني كنت في واشنطن سويت محاضرة فحاولت يعني أشرحها بهالطريقة أنه هذول هذول عالية فما ممكن ما ممكن للجنرال تقنعه أنه والله ده تقعد أنت مع عسكري وتناقش شوفها موعدة كي فيلم أميريك لا ده نيكريسون الممثل الأميريكي الشهير نعم أنه بيجي بيستفزه القاضي قال له بس أنت ليش ما قال له هو بدي يستدرجه فقام على حيله قال له أنا بتناقش عسكري يعني هو جنرال وهي فعلا فكرت أنه ما ممكن هو يستوعب أنه هي يناقش عسكري وهنا بيعلاقتهم مع المجتمع حتى الآن إذا الشاب هذا يعني بيحكي عن جراثيم 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 يعني هو بيلفظها كوية جراثيم فإذا كان يعني بيتصور من الأيام الأولى معتبر أنه حتى بعد ما اعترف يعني أنه بستة شهور سلمية ما حدا كان سلمي وما حدا رمى حجار ما عزارك بيشلح القفاج وبيدعوا للمبارسة ومؤامرة وإلى خلوة يعني ما كمان هو ضمن أوهم وما اعتقد أنه هو مثل منحة إلهية هو للمجتمع فلا يعني يستغرب وكيف المجتمع معنا يحبن صح كيف هالجنود هدولي العاقين مع ما ليه يعجبوا بيعطريته ولذلك بزمانه المرحوم صديقنا سعط الله والنوس عبر جملة على لسان حافظ أسد بدون ما يقولها أنه في مسرحيته الملك والملك بيقولي يعني آه هيك بالله حفظه بيقول يا أخي أنه هذا الشعب لا يستحقني يعني اوه اتجاوز الشعب أنه ما يعني صارت أعظم من هيك شعب أنه هو بده يعني يعرفه ويعرف يعرف الميزة ونعمة الله أنه نعمة الله فضل الله علينا فضل الله علينا أنه هذا الشعب لا يستحقني جميل وأنه بالتالي يعني عم بيحس بالأسف يعني أنه هو عم بيكون شعب شعب بهالشعب بهالمستوى جراسيم فهذه المرأة مرضى يا أخي مريضين الله أكبر وفي نوع من الشيزوفريني طبعا لأنه هذا مستحيل هذا الشاب المعتوه هذا بشار مستحيل كيف بيقدر يعني أنه يتخيل قدرة على القتل الذي يصل لمرحلة ذبح الأطهاد هذه مأثرة أسدية مأثرة تشبيح أسدية هذه ذبح الأطهاد يعني ما عرف ما عرف ما شفناها لا ببوسنا ولا شفناها شيء يعني وهو يعتقد يعني هذا بتعبر عن درجة الشعور الثألي والانتقامي أنه من هذا المجتمع الذي لا يقدر المواهب العظيمة للقائد ففي تالي أنه يستحق حتى أنه يذبح أطفاله يعني الله أكبر ولذلك نحن يعني تجاه كارثة لا تقاس يعني هلا إذا بتجي بتوقف أنا بيقلك واحد شو بتوقف تقول لي يا أخي طيب على أي مأساة أخرى بدك تقيس الوضع في سوريا ما في لا بينقاس على تونس لا بينقاس على تونس ليس هناك أي مأي لأنه حالة كاتيجوري منفصل نموذات أسدي خالص يعني فشيء يعني وذلك يعني حظ شعبنا سوريا لماذا بتلان الله فيه إبا والله هذه لأنه يبدوه المنطقة بسبب المنطقة الجغرافية بالدنيا الكواكبي بيعتبر أنه هذا عقاب عقاب إلهي على قبول الشعب للاستبداد لفترة طويلة بيجي بعاقبه بيصير وقت تتخلص منه بيصير بدك تدفع ضريبة البسماء بدك تدفع كتير يعني طبعا تتعبير مجازي وينه عبد الرزاق عيد ليش وينه أنا ببعنا يوميا والله تواصل مع الناس على فيسبوك مبسوط أنا بهالعلقة مع الشباب صار في كتير كتير وعشرات تحالفات والاجتماعات والإتلافات والمنابر والتحالف والكتل والتيارات مورا واحد منه عجبك؟ مو بوضوع عجبني لأنه يعني صار عندي شعور حكم عام أنه المعارضة في الخارج يعني أصبحت عبع على الداخل ولم تستطع منذ اللحظة الأولى يعني أن تواكب إقاع الشارع وأنا مؤمن وقلت من أول يوم السورة للشباب أنه يعني أنتم ابتكروا وأبدئوا ثورتكم ولا تنتظرونا لأنه معنا شيء يعطيكم يا ولا تصدقوا أحد من كل الأعزاب يمين أو يسار إسلاميين أو علمانيين عندوا شيء قدم لكم يا فأنتم تحر وحررون معكم ومن ثم هذه إلتمنى اليوم الأولى سوى عندي قناع هي صورة الشباب لكن فجأة حسيت في ناس هاجمة على الشباب بدهم يسطوا على حلمهم وعلى ثورتهم وعلى دماؤهم فحسيت من وقتها أنه ما ممكن من حيث المبدأ يعني تركك قديش فينا وليس من منطلق يعني الموقف من أحد بس من حيث المبدأ تشكلت عندي قناعة بأنه تشكل المعارضة مثل الواقف الواقف على رأسه يعني يريد حاجة لإيقافه على أقدامه من خلال أنه يكون فعلا ممثل المجتمع يكون ممثل الشعب ويكون وبالتالي الآن الظروف لا تسمح بذلك مع أنه أنا قدمت له اقتراحات أنه الشباب قادرين يشوفوا النصير يعني عديدة لإختبار أنه على الأقل يا أخي الناس اللي بدت تنسي طيب والدكتورو أنت توقف أمام الفرنسيين أو أمام الأمريكان وتحكي بإسم الشعب السوري طيب يعني علي أساس مين اللي فوضك مين اللي عطاك مين اللي اتقبك يعني وبالتالي ما أحد أبيها من هون يعني صورة المعارضة صارت تبدو أنه هي تعكس أو قاعدتها هو الميزان الإقليمي وتناشعاته ولا تعكس قاعدة مجتمعية شعبية ومن هون الكل يعني يستطيع أن يدعي بأنه هو صاحب النفوذ الأكبر وهو صاحب الحضور الأكبر ومن الصعب إذا ما انقلب وقفت على رجلها تميتك على رأسها إنه معارضة هي اللي بدها تنتج تنتج مجتمعها يعني مش المجتمع هو ينتج ينتج معارضة عجيبة هاي ما هو هيك الواقع هي عجيبة يعني 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 يقولون إنه مجتمع صحيح لا تصدق لكنها في حقيقة طيب رح نتناقش مع الدكتور عبد الرزاق عن المعارضين الفيسبوكيين وأبطال الشاشات بعد الفاصل فابقوا معنا موسيقى أهلا من جديد كنا عم نحكي دكتور قبل الفاصل إنه المعارضة اللي عم حضرتك وصفتها أنه تريد أن تنتج مجتمع يناسبها بدلا أن تعكس وتصدر من قلب المجتمع هذا غريب يعني القصة هل هذا بندرجة عليه قصة كمان أنه هذا بتلاقيه بطل معارض يعني فيسبوك على الفيسبوك مثلا أو الشخص أصبح يقول أنه هو قائد الثورة السورية لأنه تم تصدافته 12 مرة على الفضائيات ومرتين على الراديو يعني أنا أفترض ذلك هو امتداد لهذا المنطق يعني منطق أنه يعني أسبقية وجود أو فعل وجود المعارضة على مجتمعها وبالتالي هي التي يعني تقرر كيف هي هي التي تقرر؟ تقرر من خلال يعني الزبائنية الأقليبية يعني ببساطة والعلاقات يعني يستمع مع الأسف ومحزن هذا الحقيقة أنا بحكيها بألم أنه طيب أنا شعق شباب قدموا كلها تطحيات شان ديمقار من أجل مشروع الحرية والكرامة والديمقراطية يجي الآن ولا واحد من أخواننا في المعارضة محكوم بمنطق المنافسة أنه مين بده يكسب إرادة المجتمع إرادة الشعب الكل يتنافسون لكيف يمكن أن يكسب هذه الجهة أو تلك الأقليمية العربية أو الدولية وبالتالي المنافسة على يعني شو بدي لك مش على الرضا المشغلين طيب كيف خرجت من سوريا؟ ليش طلعت؟ يعني هذا الحكي ما كان فيك تستمر تحكيه داخل سوريا؟ كنت عم بحكيه أنا طيب وكنا نقرأ لك بشكل دائم ونتابعك شو اللي تصعد لحتى شفت أنه لا ما بقى في بديه؟ لأنه بعد الحقيقة يعني فبركت موضوع إنه أنا مطلوب من مريدي أبو القعقاع على أساس أنا حكيت قدام أو صرحت أمام إن كان لازم كم تعرفون أنتم مسؤول نيورك تاينز صح صح نيل مكفاركهر نيل مكفاركهر طويلة كل عملاقه الأخي كان يجي لحلم يجورني بس ما يجورني أنا كان يجور أحمد حسون نعم ويجور الدكتور محمود يعني فصار يعني مثل نكتب حلم إنه بيجي ليجور المفتيين أنا واحد من هدول المفتية يعني قولوا ذلك محمود عكام نعم صرت مفتي معهم يا دكتور نعم صرت مفتي معهم يعني إنه صار إنه بيجوا الغربيين نعم يزوروا حلالة عادة يزوروا حلالة نعم صاروا البعض يقولوا والمفتي أدى إلى ماذا هذا؟ هذا الحوار قال لي سألني عن أبو القعقاء قلتوا والله يا أخي ما بعرف بس يعني إذا يعني هذا الرجل يعني أنا من وقت ما عندي أي وهم قلت له يعني تواهمين إذا ما تقديم هذا ظاهرة يعني هذا صناعة النظام صناعة مخابرات هذا نعم وبالتالي على كل حال روح إحضار وخطبته مفتوحة والتدريب عنده مراكز تدريبته محمي أمنياً ومحمي أمنياً وفي جامعة يومياً بيروح وراح فعلاً على الجامعة وتاني يوم مر وقال لي قلت له شنون شفت أنت قال لي أنا الشي اللي طاط فيه إنه هذا عم بيقوم بمهمة جزء بيبعتوه للعراق يقاتل وجزء منه بيخبرون عليه كأمريكان وجزء ثالث بيخبوهن للأوقات القادمة نعم ففي عندهم بالمئات محتفظين فيهم وبالمئات عم بيقتلوهم تقتلوهم القوات الأمريكية بيقدموهم إياهم قربين نعم والجزء الثالث يعني هو إذن هذا ما يفعله النظام الذي هو من أهم مخترقي التنظيمات الإسلامية المجاهدة من القاعدة اللي الشخص اللي عم بيحكي عنه من أبو القعقاء هو أمر كول أغاسي وهو نظمته فرع المخابرات الجوية في حالف كان العميد محمد بكور لأنه رجعه عضو مجلس الشعب لكي يحموه وآخر شي قتلوه بعدما فضحت قصته صار معروف كل قضاده فاللي قتلوه هو الأمن عن طريق 2 ولم يصدر أي شيء عن إدانتهم طيب شو عمل لك هددوك كتبوا على الأنترنت أنه عبد الرزاق عيد صرح تصريحات أدت أو كشفت أبو القعقاء مما ساعد على عملية تصفيته من قبل المخابرات الأمريكية بعدما صفوه هنين صاروا بنحطوه برأبتك لشان يعلقوا بينك وبين تلاميذه يجي يقتلوك ولذلك لا علقوا حتى نعم ولذلك يعني أصبح وضع يعني حياته مهددة لأنه تلاميذه صار يعتبرون أنه غريمهم أنه غريمهم وأنه عندهم يعني ثقر عند عبد الرزاق حتى حتى المشكلة أنه ما كنت منتبهه فبيجيني واحد بعرف أنه علاقات يقول لي أريد شيء يعني يعني أنه ينتبه للموضوع ووقتها حتى أعلن دمشق طلع بيان يعني يعني هذا التهديد يعني لو واحد من المثقفي المعارضة يعني هذا رسالة التهديد يعني هلأ صرت أشعور بدي أطلع لا هذا صار يعني بنتي صغيرة بتطلع وتقول عجب أنه اللحقوني مما بجوز يقول ملاحي بس صار في جو لكن الحال النفسية خلاص صار في جو من الله فصار يعني صرت أتألة أنه يعني إدخال أولادي بهال هالأصدار طيب طلعت طلعت على فرنسا طيب هل تجد نفسك مرة تانية في حلب هل بلدك ومدينتك بعد انتصار الثورة بإذن الله هل تجد نفسك ترجع بحلب وتنشئ إن شاء الله لأنه أنا هذي يعني حلب ساكني شراييني شو عامل المدينة فبقيت حلب من حلب اللي تركتها بعد الدمار والتقسيم والأتل والطور أنا أنا ما بشوف على الأنترنت أو حديث مع أصدقاء يعني بالأخير يعني هذي المدينة الموجودة في روحنا وبيدمنا وما انتقلنا يعني هي تنتقل معنا وبالتالي يعني حلمنا طبعا أنا كنت أو قبل يعني أول ما قامت الثورة قلت الآن على الأقل كنت لا أحلم بأنه يعني أدفن في أرض سوريا بس أنا الآن واسق بأنه يعني ليس فقط سأدفن فيها وأنه مسأعيش فيها أيضا ليش أنت واسق؟ لأنه هذه الثورة يعني استنفرت كل قوى المجتمع هذا المجتمع خلاص تمرد على ذاته تمرد على كل هذا الشيء الساكن والخامل وقروم من العبودي وخمسين سنة من الإلغاء والتفقير يعني تحويل الكائن إلى فقر هذا يعني ما بقى ممكن مثل الشاب هذا الجميل في الأيام الأولى إذا بتذكر الحادثة الشعرية الرائعة اللي أصيب قالوا له رفقاته وأنه يعني بدوا يشيلوا وبدوا أنه قالوا لك تركوني أنا هاي أجمل أربع أيام قضيتها بحياتي من وقت ما أطلعت بالسوار جميل فهي أنا الآن سعيد لأنه يا إلهي كم جميلة ورائعة الحرية هالأربع أيام هي أسعد أيام حياتي وأنا باعتقاد هالشعور العبر عنه هالشاب يعني هو أقوى من قصيدة شاعرية صحيح هي لحظة شاعرية الحياة جميل هذا يعني أنا برأيي هو عبر عن ضمير كل هالشباب الرائعين اللي كانوا عمالي ينزدوا يهدفوا للهرية وهذا ما يميز أصلا للثورة السورية السورية أنه رغم القتل والدماء كان الشباب يهتفوا ويهزجوا ويرخصوا يعني هي السورة الاستثنائية حتى في تاريخ عادة للثورات بيكون مدججة بالغضب وبالعنف وكل ثورات العالم يعني نحن شبابنا كانوا طالعين بالمباريات وفعلا أن كلهم شباب وحتى استفادوا يمكن من الهتافات بالرياضة اللي بيقولوها استفادوا منها ووظفوها توظيف للثورة يعني بعض الإيقاعات بعض الهتافات اللي بيقولوها في الملعب فشباب يعني مترئين بالحياة وطامحين لأنه يحسوا بإنسان وذلك أنا على ثقة كافية لأنه يعني النظام هذا انتهى سقط اللبئي سقوطه الفيزيائي يعني هذا سقط على المستوى السياسي والأخلاقي والوجداني يعني موضوع أصبح مسألة الوقت أو أصبح مثل العصة سليمان اللي يعني ما سقط حتى كان النمل ننتهى يعني أصبح النظام في يتعاوى يوما بعد يوم يعني أصبح من الماضي من الماضي لأنه يستحيل بالمحصلة يعني هالشعب اللي انتفض كيانه هذا لأنه المعركة ما هي معركة مع معارضة ما هي معركة سياسية أخي الآن الثورة السورية ليست ثورة سياسية هي ثورة وجودية كيانية بشر تطمح وتحلم بأن تولد من جديد لأنه في يعني وبالتالي تعكس قانون حياتي لا يمكن لبشر كيف يمكن تصور أنت لبشر لسا يعيشوا فترة أخرى من هذا الجحيم الكابوسي الأسدي المرعب هذا هذا ما ممكن يعني والشعب عندما أخذ هذا القرار لا يمكن كل هذه التضحيات ولذلك أجمل تعبير آل بهالثورة أنه يجوا بدون أن يقتلونا أمو قتلوا الخوف فينا شميل يعني وفعلا بعض الأحيان تعبيرات بينتجة إيقاع الحياة نفسهم يعني مثلا مثل الوقت اللي بالحريقة أنه الاشتباك الظهير فلاحظة لا أحد أحضرها ولا مظاهرة فورا الشعب السوري ما بينزال أجمل الشعارات اللي شو بدي إلا كيك عبر عن تلقائية الحس هيك الوطني والشعور بالشهامة والإباء الوطني السوري وأكتر الشعارات وأجملها اللي ما هي مصنعة اللي أنتجة الشارع يعني شاعرية الحياة وشاعرية شاعرية الإنسان بحريته بحلمه بكرامته ولذلك أنا أعتبر طبعا هو المشكلة أنه عم يكلفنا كتير هذا المجرن السفع وشعبنا بده يدفع ضرائب كتير لكن يعني هو جدير فيها وجدير بحريته لأنه هذا يعني اللي قدم يعني أنا لا أعتقد أنه هناك شعب بالعالم قدم كل هذه التضحيات في مواجهة يعني سميتها مرة أنه أثبت الشعب السوري أنه فعلا المقلة تقاوم المخرز وقت من قال مثلا أنه المخرق يعني العين ما تقاوم المخرز يا سيدي لا بتقاوم وصلوا سنتين عم يقاوم العين الوطنية السورية عم بتقاوم المخرز هذا وبالتالي أنه يعني ذلك من البداية وقت اللي يسمى أنه ما في قوى سياسية وقتلوا للشباب انطلقوا لأنه كان عندي قناعة يعني ثمت معجزة أقرب أنا ما أفكر بطريقة غيبة لكن حاولت أفسر المعجزة وفق منطق هيل أنه يعني المطلق تعين في لحظة من هذه اللحظات في سوريا بصورة لا في أحزاب سياسية ثورة صارت من وراء الأحزاب السياسية ومن وراء السلطة يا سيدي حتى من وراء العالم وبالتالي إذا المعجز ربما هو هذا الروح المطلق اللي بيحكي عنه هيجل اللي يعني يجول بالفضاء حتى يجد اللحظة المناسبة اللي يتعين بصيغة روح العصر فتتعين الآن بروح العصر وبالتالي فعلا في رائح ميتافيزيغ في الموضوع حلو في شي عم تفكر في بعد ما ترجع إلى حلب المحررة بإذن الله والله الآن ما في يعني أي شيء يعني نعود حلب ونتتحرر حلب إن شاء الله قريبا نعم طيب شو الرسالة بتوجهها للشباب اللي على الأرض الآن اللي عم بيسمعونا الناس اللي بسوريا يعني بدي أقوله أنه يعني 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 أعادونا شعورنا بسوريتنا يعني يمكن كل أكاذيبين الشعارية والإيديولوجية يعني لأول مرة يعني بنحس أنه يعني نحن فخورون بسوريتنا فخورون بهالشباب الرائحة اللي بدأ بمثورته السلمية كان بمثابة معجزة خلينا نقوله بالمعنى الهيجلي وبمواجهته القتالية والعسكرية يثبت أنه معجزة كما يقول العسكريين يعني إلا أنه هي انتصارات معجزة يعني حتى العسكريين الخبير يقول فيه معجزة نعم أنه أمام عدم التوازن بالقوى هات طيب شو بتقول لمعارضي الشاشات أبطال الشاشات يخي شعبنا صار ما هذا يعني عنده حساسية عالية بمعرفة النبرة الصادقة والنبرة الكاجبة ومعرفته وأنا بشوف الموضوع هذا على الفيسبوك وبتأكسه يعني يعني صار عنده الناس شعور أنه يعني كل هذه العراضات الإعلامية والتليفيزيونية صار فيه حس عالي أخلاقي ومبدئي ووطني عند الناس تعرف المزيف من الحقيقي وما بدا يعني شو بدي إلك من يقل لأنه والله هذا صار فيه ناس عم تدفع دم ولذلك هذا الدم غالي جدا وقادر بالأخير أن يعني يخطع الطريق أمام كل الزائفين وأمام كل المزورين وأمام كل الطامحين للركوب على ظهر هذه الثورة وعلى أكتافها وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه شبابنا يعني وشبيعته بكلمتين خايف شي على مستقبل سوريا هلا كل شيء يدعو لك يعني أنا والله يونيا بدي مستقبل سوريا بمعنى استراتيجي لا لكن مستقبل سوريا الآن كل يوم هذا وقت اللي بتتهدم عمارات والله في أي مدينة في دماشق بحمص بحلب بحماء في ديرزو يعني بشعر أنه في شيء عبينهدن داخلي يعني هذا شيء طبيعي إذن لا خوف على مستقبل سوريا استراتيجيا لكن الثمن الذي ندفعه كل يوم كبير ويؤلمنا كثيرا الشكر لضيفنا الكريم الدكتور عبد الرزاق عيد وكل الشكر لكم أعزائي المشاهدين وحتى نلقاكم أسبوع المقبل لكم منها كل التحية ترجمة نانسي قنقر